أنه فريق محترف أحمد الفهيد يعني عدم الاستقرار على الجهاز الفني لفترة طويلة العمل على مشروع للفريق في سنتين ويعني في كرسي للجهاز الفني متحرك لعدد كبير من المدربين في النصر هذه بانطباعك وتصورك وش مشكلتها؟ أولا يعني الزميل عزيز محمد وفو كفا قال كثير من الكلام الحقيقي واللي المفروض يعيه الجمهور النصراوي أو الإعلام النصراوي أو المهتمين بالشأن النصراوي أن المشكلة ليست دائما في المدرب أن تقوم بتغيير ستة مدربين في أقل من سنتين أي بواقع تقريبا كل شهرين مدرب هذا دليل أن المشكلة ليست في مدربين يعني أنا فهم أن تكون في مدرب مدربين لكن لا يمكن أن تكون في ستة مدربين لا يمكن أن تكون مشكلة النصر تتمحور حوله أن المدرب غير جيد معناته أن الإدارات أو نحن نتكلم عن إدارة الأساد مسلية المعمر الذي حدث في سدته هذه التغييرات الكبيرة والمثيرة للاستغراب حقيقة أن يتغير ستة مدربين بالتأكيد أن الخلل ليس في المدرب وإنما في الإدارة وربما يكون خلل في اللاعبين يعني أنت غيرت مدربين كل ما يحدث في النصر هزة أو اختلال فني أو مشكلة فنية يشك محة مسيرين نادي أنهم ربما يفقدون المنافسة على البطلات وربما يخرجون بموسم صفري آخر جديد يذهبون أو يجنحون دائما إلى المدرب كخيار أنه هو سبب المشكلة ثم يعقب ذلك القصص التي نسجت ولا أعلم عن صدقيتها من عدم صدقيتها ما أقدر أجزم لكن هذه القصص التي نسجت أو ذكرت أو نشرت أنا في رأيي أنها تريد أن تقنع الجمهور بأن القرار كان صائب ما أعلم ماذا حدث في النصر حقيقة ولا أعلم ماذا يدور بين اللاعب والمدرب لكن أنا كإدارة في نادي النصر أنا متمن على ثلاث أشياء التوقيت الوقت والبديل نتكلم عن التوقيت هل تغيير غارسيا في هذا التوقيت قرار سليم أو غير سليم يعني أنت الكلام عن غارسيا يعني أخذ له وقت طويل يعني حتى مع نهاية الدور الأول وأنه مدرب يعني يجنح حال الدفاع وقلني يمكن فيها البرنامج أنه لم يفوز في المواجهات الكبرى مع المنافسين لم يفوز على الاتحاد لم يفوز على الهلال لم يفوز على الشباب خسر من التعاون ثم فاز على التعاون يعني مباريات الكبيرة مع المنافسين لم يظهر فيها غارسيا كمدرب كوفوي استطيع أن يفوز على المنافسي وإنما كان يفوز على الفرق الأقل ثنيا ومع ذلك لم تتحرك إدارة النصر كان بإمكان أن تتحرك في فترات توقف أن تغير غارسيا في فترة توقف الأخيرة حتى يتمنح المدرب الجديد أن يتعامل مع الفريق أن تجلب مدرب آخر نجي نتكلم عن البديل كانت تأمل جمهير نصراوية أن إدارة النصر طالما أنها فكرت في تغيير مدربها لهغارسيا كان عليها أن تفكر في بديل محتمل وهو أن يكون مدرب سبق له أن درب النصر أو مدرب معروف يمكن الحذور على مدرب معروف في هذا التوقيت أو في هذا الوقت صعب جدا لكن مدرب درب النصر أتوقع أنه موجود ومتاح على الأقل بيكون يعرف النصر الوقت الوقت الذي يقصد به الذي سيقضيه المدرب الجديد في تدريب الفريق قبل مواجهة مهمة زي مواجهة الهلال والتي ربما لو خسرها النصر يعني أن تعصف بحظوظه في الدوري وبالتالي هنا ارتكبت إدارة النصر أمرا خاطئا ليس بقرار اللي قاله لأنني أنا ما أدري وش المشاكل اللي بينه بين غارسيا ولا أدري عن مشاكل من اللاعبين ولا أدري عن القصص التي تذكر هل صحيحة ولا لا لكن حين قررت أو فكرت وهي تعلم في مشكلة عند غارسيا يعني على الأقل متداولة وين حاولوا يعني إخفاءها عن الناس إلا أنها الآن أخطأت في التوقيت وفي الوقت وفي اختيار بديل أنا أتذكر صحولي لغلطان يعني أنا أتذكر أني سمعت في مؤتمر صحفي شفته ومقطع فيديو يعني ولا أدري عن دقته يعني أنه المدرب قال في المؤتمر الصحفي أني أنا تمنيت أن يحضر ميسي للنصر بدل رونالدو في مؤتمر صحفي صحولي لغلطان ترى يعني أنا سمعت المقطع في مؤتمر من المؤتمرات لبعد عقب المباريات قاله وهو يمزح يعني أنا في رأيي إذا كان المدرب قال هذا الكلام بشكل حقيقي هل توقع أن يمر على سمع كريستيان ورونالدو مرور الكرام أن يكون المدرب الذي يعني دربني يرغب أن يكون ميسي هو الذي جاء بدلا مني من لحظتها أنا حين سمعته قلت أنه لا يمكن أن يمر هذا التصريح مرورا كريما لا يمكن وأنه سيخلق مشكلة بين رونالدو المدرب ربما رونالدو جزء ربما أقول ربما ما عندي معلومات ربما يكون رونالدو جزء من تغيير مدرب لأسباب كثيرة من هذا السبب اللي ذكرته ومنها أنه غير مقتنع أساسا بطريقة تدريب مدرب وعلينا أن نقتنع نحن كجمهور أنه مستقبلا أي لعب عالمي بنجيبه سيكون صاحب قرار في أن يبقى المدرب أو يتغير خصوصا من وزنية كريستيان ورونالدو لينويل المسي اللاعبين العظام الذين يعني تدفع فيهم مليارات الريالات ثم لا نستغرب أن يتحكموا في فريق من يلعب من لا يلعب من اللي يدرب من لا يدرب لأننا في النهاية نريد منهم هم أن يساعدوا هذه الأندية أن تقدم أداء جيدة وأن تحصل على بطلات وبالتالي علينا أن نلبي طلباتهم بما فيها من يدرب ومن لا يدرب من يلعب ومن لا يلعب وهذا يحصل في أندياتهم في مبالك عاد أندياتهم التي يلعبوا فيها في أوروبا برشلونة وزي رونالدو تصادم عتين هاق مدرب منشستر يونايتد لأنه أراد أن يتدخل أراد أن يفرض نفسه في التشكيلة أراد وأراد وأراد هو يرى كلاعب عظيم واحد من من نسبة لي أعتبره أعظم لاعب بإنجابة الملاعب بعد مردونة يرى أنه من حقه أن يلعب لكن المدرب له رأي آخر هل كان يجرى مثلا قارسيا أن يستبدل رونالدو هل سيجرى مدرب الهلال لأنه لا أعرف منه مستقبلا أن يستبدل ميسي لو جاء الهلال لا أعتقد لن يستطيع استبداله